يعني احنا كده هنتأخر اسبوع تانية باش مهندس طب ما بلغتنيش لم بادري طيب خلاص خلاص انا هحلاه وهكلمه بنفسي بس بليز نبطل نفتي اوكي باي باي باش مهندس كانت طلب حضرتك انا مش مهندسك بقى له كتيره طيب 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 ده مش عاوزك اعلم انه خالص جاس يا مص ثلاثين اه تعالي اتفضلي باش مهندس عليها دكتور سامر العملي جديدي الكنتورات اليك عليها اه اعلم بيك يا اعلم سعلم دكتور سامر واخد دكتوراه في نظم المعلومات حاجه كده في الكمبيوتورات على كده الوقت مش هدرا فهنا مع انه هو شرح لي على فكهة بس انا ابيض في التكنولوجيا على فكهة يعني ايه حاجه ليه علاقة كده يعني بتأمين المنشآت الحيوية اشرف انا اعلم سعلم دكتور سامر بيفتح شركة جديدة واخد دور ارضي كده المدخل خاص وكان عاوزنا انه انا نعمل دولة دي كوراتك دعيتا تحت اوني حضرتك انا حتى معي شوية صور كده للموقع يعني ممكن لو حريك تحب تشوفيهم او كده انا انا ممشوفش صور اه ما وعيدة اللي تنسب حضرتك علشان نروح نرفع المقاسات ونعي المكان على الطبيع يعني لو امكان في اسرع وقت ممكن بكرة او يوم الاربع الاربع يبقى حلوة اوي بس ياريت يكون معاك تبصي النهار طيب حاضر يعني على مسئلا اتنين ونص نسبك كميل خلص حضرتك معاك تلفونك بتاعت الدكتور صح اكيد انا حتى يعني يبصي معي الكارت بتاعي عليه بكل الكنتكتس لو حالك حبيت يعني يكون واكي كميل اوي يبقى انا هكلم حضرتك على الساعة 11 الصبح يوم عشان ناخد العنوان اوكي ان شاء الله بإذن الله دعب قاري بجد اوه شاكسبير شاكسبير لو قرررتى تقري بالانجلش العادي كنك بتقري شعر عمر الخيام بالعمية مثلا الفرق كبير تغيب 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 بس صعب بردو اه بس يستاهل دي فريدة خطيبة أخوي الكبير اوكي يا رب فري ازايك اوكي حاضر مالك يا فري في ايه اوكي بص يا عادر رباب عملت محضر ازبادت فيه الواقع بالكني محضر رسمي بس انا بقى مش احقق معك بشكل رسمي دلوقتي احنا في الاخر زميل بس من الاخر لو ثبت انك عملت كده فعلا وده شيء انا اصلا متأكد منه عشان يعني منوضش نلف وندور على بعض كلنا هنتلط فيها والله يا عمر بيه لو انت شايف ان كلنا هنتلط فيها زي ما بتقول يبقى ما كانش ينفع تسمع الكلام الفادي اللي البيت دي بتقوله من الاول وبعدين يا باشا العلم بيه صائعة اتربوا عن نواصي ما عندهمش اي حاجة يعملوها غير انهم يتبلوا على الناس المحترمين يا راجل وليه غلبانا هترمي بالاها على ظابة سورطة وفي الاس وفي از النهار وكدام كل الناس كل دي السيعة وليه لا يا عمر بيه البيت دي طلبت مني انها هتقابل الواد الزفت التحها وانا رفقت يا باشا دا كان فاضل انها تبوس رجلي بعدين يا باشا انا حاسس ان البيت دي فيه موضوع بينها وبين الواد دا يعني زي ما تقول كده كانت عايزة تقوله على حاجات من وراء يا باشا البيت دي ما صدقت انه قلت لها على وفاة راضي واننسياتك في اجازة عشان تساومي لكن انا رفقت ودت لها الكلمتين اللي يوجعوا عظمها عشان كده قررت انها تقلب عليها الترابيزة جرى يا عمر بيه ام تنسيت العيينة دي ولا ايه بيسيتها باشا لما الناس دي بتتخنق مع بعض ويعواروا نفسهم عشان يتبلوا على بعض قدامنا يا خالد انا معرفتش اقنعه باي حاجة ده دماغه ناشفة خالص بس طيب وبيحبك بقى انتي عارفة شكرا انا خليته يمنى لك الكوباية نص مرسي يا فاري لا عرفة الحاجة اللي انا مش فاهمها ازاي عمر ما يبقاش فاهم انتي حاسة ايه لا هو فاهمني كويس وعارف انا حاسة بايه بس انما بيجي قصاد شغله بينسى اي حاجة وبينسى اي حد ده بينسى حتى انه هو يحس بيه لا اللي انتي بتقولي ده بالذات مش حقيقي يا فاري ده عمر بيحس بكل اللي حواليه ساعات زيادة عن اللزوم كمان لدرجة انه مبقاش عنده مساحة يحس بنفسه مش بيشوفها وانتي نفسه في حاجات كتيرة اوى يا فاري انتي هو بس على بنت زي الامر بس انا مش عايزة يكمل في القضية دي انت مش فاهم يا خالي الناس دي اسهل حاجة عندهم القدل يعني بعد الشر لو عمر ده راح مني انا مش عارفة يحس بيه طيب بالله حمد عايطيش بقى يا فاري ده عمر مش هيجره له حاجة عمر عارف شغله كويس ما تقلقيش تصدقيني ان شاء الله اضحكي بقى ام عائلة اللي مش عايزة انا عريض السودة جدعان ما فيش اللي تلاقب في القضية دي يا باشا ولا ايه عايزين نعرف اخرتنا هي يا باشا نفسينا ندوس على الاسفلت برجلين يا باشا نفسينا نشوف النور بعينينا ساعدت البيت عايزين نعرف اخرتنا ايه هتراوحونا على رجلينا ماشي هتودونا النيابة برضو ماشي هتموتونا برضو نعرف يلا يا باشا مستانيك يا اخلا سيالا قدامي ما تكون بلاهم ايه يا عم سعيد نايم على ادنك ولا ايه تترزع في مكتبك بيجي التفتيش وبنعاية ادخل حدالي كله تسابت على السيال الفاتت نزيل دلوقتي حالم يلا ما تأخرش يلا بابا قتيته عجل السلام عليكم يا باشا عليكم السلام ورحمة الله ايه يا اخبارك الحمد لله يا باشا محمدك لسه قفشة لا يا باشا الحمد لله فكت وبعت زي الفرن ببركة بساعتك بصر يا باب وعمر بيه هو اللي عايزي طلعي له بقى اشوفي عايز ايه وانت ايه يعتر من ايه خير ان شاء الله طب هو حضرتك مش هتجي معايا يا باشا طب حاضر اهجي معك يا بابا استنيني هنا يا بابا خاضر يا بابا ايه ايه حاضر يا بابا ايه اتعلم 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 ماذا عليك؟ استغفرت ملازم يا رفا استغفر على ايه تلاعب؟ استغفر على ايه يا اخويا ولا ايه ولا ايه؟ ابن منطقتي تغالي اتلم يا اليوقت مش عايز اسمع صوته عايز الهده اقعد يا رباب استريح استريح بي كرا يا عمر بيه؟ صوتك عالي يا باشا صوتي ايه يا باشا؟ هو انفع اللي بتعمله ده يا باشا؟ صوتك عالي يا عادل باشا احنا لسه مبدأناش محضر رسمي اقعد بقى وهده اقعد دلوقتي رباب عاملة فيك محضر رسمي بتتهمك فيه ومحاولة استدراكها لاختصابها والوقت ده معمول فيه نفس المحضر وبرضو بينكر وانا مناخر بقى عايز اخلص عشان مش فاضلكم قلنا نجيب الجمل والجمال ولا انت ايه رأيك يا عادف الزابط او اصوي فيني يا ايه من باشا؟ يا محتف النباطشية وانا جايلك روح عبدالله ندهل وعشان يبقى موجود او ايه من باشا ده انا عبدالله ولا تحد نجيب محضر ونبدأ تحيير اسمع لطوله ونخلص عم عева يهى اكتر حاجة بتغزني فيكي؟ ايه? انك عارفة ومتأكدة اني دايما هبديك على كل حاجة حتى نفسي لا تجد تصدق بقى ان انا نفسي سدقك لو بصيتي على نفسي كنتي قاعدة كده مدية ظهرك للباب حيث ان اي حد يخش هيشوف حتة كده من خدك وسايب الباب مفتوح في وقت متأخر كده لو بصيتي على النظر ده اكيد هتعرفي ان اللاعدة دي لازم تكون مستنيا حد ومتأكدة انه جاي وهو جيه تخده لي بقى مدية له ظهرك كده ولا ايه จنه العيون دي مانفهشة تسل خلص اموت عسن بعد الشر هم؟ بقول بعد الشر يعني يا سيدي أبدا أيوة بقى عمر انت بجدت حتسيب القضية بتاعت راضي عشاني أنا بشار بقول إيه هو مشوفش دموفي لعندي أبدا لحد ما موت طب ممكن تبطل تتكلم في الموت حاضر فريدة بابا انت بكلمي نفسك يا فريدة